اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي على متهم واحد بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وعلى 12 متهما بسنتين حبسا نافذا وعلى 7 متهمين آخرين ب3 سنوات سجنا نافذا كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي على 7 متهمين ب5 سنوات سجنا نافذا وعلى 6 آخرين ب10 سنوات سجنا نافذا وعيدت المحكمة ذاتها أيضا حكما ابتدائيا بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق ثلاثة متهمين ومتبعة أربعة آخرين بالسجن النافذ لمدة 20 سنة في خبر آخر وبمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيسه نضم بيت الصحافة بطنجة لقاء ثقافيا جمع إعلاميين بوسيرية ثقافة حول موضوع أخلاقيات المهنة الزميلين أنس العميري والجارح أبو سلم تابع اللقاء وعد لنا الروبورتاج تالي طبعا لابد أن نعتزز بالعديد من القوانين التي تنظم مجال الإعلام في المغرب والصحافة هناك طبعا دستور المملكة الذي ينص على حرية الصحافة وكذلك هناك ثلاث قوانين مهمة صحافة والنشر وقانون النظام الأساسي المهني الصحفي صحفي المهني وكذلك المجلس الوطني اليوم هناك إخراج المجلس الوطني إلى حيث الوجود الذي سيلعب دورا مهما فيما يتعلقه بتنظيم مهنة الصحافة لأننا نعتقد جميعا على أن مهنة الصحافة تندرجه ضمن الخدمة العمومية لابد أن نواكي بهذا الورش المرتبط بأخلاقية البناء خصوصا على مستوى إيجاد مرتكزة أساسية وكما أقول دائما مرتكزة أساسية هو البحث عن الحقيقة والكشف عنها وإحطة رأي العام بكل ما يتعلق بالحقيقة كذلك الالتزام بالشفافية وكذلك الالتزام بالخدمات العمومية اليوم هناك مشروع لمثاق أخلاقية المهنة سينشر في الجريدة الرسمية ولكن سيبقى ورش كبير لابد من مقاربة الشركية مع العديد من المتدخلين في هذا المجلس نبقى دائما بمدينة طنجة حيث نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب وديمقراطية مسامسي الجمعة فعالية النسخة الرابعة من منتدى طنجة الاجتماعي حول موضوع المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطية زميلين إنشاء الصروخ ومحمد المصباحي تابع فعالية المنتدى وعد لنا الروبورتاج التالية اليوم شاركنا في إطار المنتدى الاجتماعي لمؤسسة طنجة الكبرى للشباب وديمقراطية حول مسار الحقوقي ورهان البناء الديمقراطي واعتبرنا على أنه يفتح الذي شاهده المغرب وانفتحه المهم لكن يجب أن يعدده بإصلاحات حقيقية يمكن أن تشكل بذرة لبناء الموطنة من أجل أن يلمسى المواطن المغربي أهمية ترصيد المؤسساتي والقانوني والتشريعي الذي شاهده منذ الإنفتاح الذي دشنا منذ ثلاثة عقود ولاحظنا أن القاعة تفعلت أكثر مع كل ما يتعلق بالملفات القائمة اليوم الأساتذة الذين فرضوا عليهم التعاقد عدم إمكانية ثقتهم في المبادرات الحكومية يجب أن يفكر في هذا الأمر يجب أن يفكر بالشكل الذي يعيد بناء ثقة ما بين المواطنين وما بين المالكي للسلطة كيف يمكن أن نرصد هذه المكتسبات لصالح وطن يسعى لجميع قوامه المواطنة أما الآن نفتح الملف الدولي اندلعت أمس اجتباكات في أكثر من جهة على تخوم العاصمة الليبية ترابلوس بين اتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني وقوة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وعلى خلفية هذه الشباكات دعا مجلس الأمن قوة المشير حفتر إلى وقف هجومها على العاصمة لكنه رفض مؤكداً للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريز الذي التقه أمس أنه ماض نحو تحقيق هدفه وهو ما ترجم مساء بالشباكات اندلعت في أكثر من جهة على تخوم العاصمة الليبية في الأخبار الدولية دائماً خرج المتظاهرون الجزائريون أمس بأعداد كبيرة إلى الشوارع عبر مختلف مناطق البلاد في أول جمعة بعد استقالة الرئيس عبدالعزيز أبو تفليقة وردد المحتجون في تجمعات ومسيرات لتوالي شعارات ترفض تولي المقربين السابقين من الرئيس المستقيل إدارة المرحلة الانتقالية وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة لصحة البريد المركزي في العاصمة بينما عززت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الشمهورية ومبنى الإضاءة والتلفزة في حي المرادية وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة أمل أن إلى جديد الأخبار الرياضية استنفرت احتجاجات جماهير الوداد الأخيرة وتهديدها بتنظيم وقفات احتجاجية السلطات المحلية في الدهر البيضاء حيث تعقد الشمعات بخصوص قضية ملعب محمد الخامس وعبرت جماهير الوداد في الفترة الأخيرة عن غضبها لطول فترة إغلاق الملعب للإصلاح والصيانة خاصة أن فريقها يبقى الممثل الوحيد لكرة القدم المغربية في دولي أبطال إفريقيا ويرى المشجعون أن الوداد بحاجة للعودة لاستقبال منافسه في معقله بدلا من ملعب مولاي عبد الله بربت في أخبار رياضة دائما استعاد اللعب المصري محمد صلاح ذاكرة التهديف مع فريقه ليفر بول وقاده إلى فوز ثمين ارتقى به إلى صدارة الدوري الإنجليزي وكان صوت هامتنغ سبقا إلى التسجيل في هذه المباراة التي جمعت بينهما إذ تقدم في دقيقة تاسعة من المباراة بهدف شين لونغ ولكن نابي كيتا أدرك التعادل في دقيقة سادسة وثلاثين عندما سجل أول هدف الله بألوان ليفر بول وسيطر اللعب يورغن كلوب على مشريات اللعب في الشرط الثاني خاصة إذ بلغت نسبة استحوال لعبه على الكرة سبعين في المئة ولكنهم لم يتمكنوا من تهديد مرمى الخصم إلى أن جاءت دقيقة الثمانين التي استعاد فيها صلاح ستتهديف منح التفوق لفريقه مشاهدين نكتفي بهذا القدر ونصل وإيكم إلى ختم هذه النشرة نشكر لكم طيبة الإصغاء والمتابعة نذكركم أخبارنا هذه وغيرها تجدونها دائما على موقعنا الإلكتروني كاب 24.TV إلى اللقاء اشتركوا في القناة